بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية سرقة الاشياء من المنزل لما يشوف الشخص انه اتعرض لي السرقة او ان البيت بتاعه اتعرض لي السرقة هنعرف معناها بشكل عيم اولا لما يشوف الشخص انه اتسرق الاساس من البيت بتاعه رؤية سرقة الاساس او رؤية سرقة العفش فمن الرؤية اللي بتدل على هموم وعلى مشاكل قوية ممكن يتعرض ليها الرأي كمان لما يشوف الشخص انه البيت بتاعه اتعرض لي السرقة فمعنى كده ان في حياته فيه اشخاص الاشخاص دول غير صالحين وبيتكلموا عنه بالسوق وكمان هيسببوا لي فيه مشاكل كمان رؤية سرقة المنزل من الرؤية اللي بتدل على تعرض الشخص لمشاكل قوية وبالاخص لو كان متزوج فممكن تكون المشاكل دي في نطاق العائلة او مشاكل زوجية كمان لما يشوف الشخص انه تعرض لي السرقة فمعنى كده ان فيه شخص فاسق بيتمنى او بيحاول انه يتقرب من الرأي وعليه انه هو يحذر خصوصا لو فتاعة سباق وشافت ان هي اتهردت لسرقة من قبل شخص هي متعرفوش فمعنى كده ان فيه شخص فاسد موجود حواليها فعليها ان هي تحذر كمان المرأة المتزوجة لما يشوف ان هي بتتعرض لي السرقة فمن الرؤية اللي بتدل على مشاكل وعلى خلافات هتعاني منها في الفترة القادمة لما يشوف الرأي ان ملابسه هي اللي تسرقت سرقة الملابس برضو من الرؤية اللي بتدل على ممكن يكون الشخص بيرتكب زنبه او بيرتكب معصية كمان ممكن تدل على الديون كمان لما يشوف الرأي انه ملابسه تسرقت فممكن تدل على مشاكل او خلافات زوجية كمان سرقة الملابس الداخلية احيانا بيدل على كشف سر او كشف معلومات مش حابب الرأي انه يعرفها كمان لو امرأة متزوجة وشافت ان ملابسها الداخلية اتسرقت فمعنى كده ان فيه اشخاص او فيه نساء بالاخص النساء دول سيئين جدا بيفشوا اسرارها وهيسببولها مشاكل كبيرة كمان السرقة من الرأي اللي بتدل على تعرض الشخص لخسارة في ماله برضو سرقة الاوراق مهمة لما يشوف الشخص ان فيه اوراق مهمة اتسرقت فا احيان بيكون بشارة بقدوم ماله بقدوم رزق كمان سرقة السرير برضو من الرموز اللي بتدل على تعرض الرأي لازمة مالية او كشف امر كان الرأي بيخفي ترجمة نانسي قنقر